بصراحة كنت هنا ومضطرب جداً من الكلام اللي يقول فيه السيد جويني والذي يتحدث وكأنه كونفشيوس يعطي فينا في نصائح كيف نتعامل مع السياسة ببرود وكيف أن هذا التاريخ وذلك لا تاريخ فلذلك يا سيد جويني لا تحاول أن تعطينا دروساً في هذه الأمور نحن نعرف ما الذي يجري في ليبيا والتاريخ يقول لنا أن مصر عارضت استقلال ليبيا في الأربعينات وطالبت بالوصاية على المنطقة الشرقية وطالبت من الملك دريس حسب مذكرات جلود أن يعين مصري كوزير للمالية إذا أراد مساعدة من مصر وأن يتنازل عن واحة الشغبوب وفي الخمسة وستين عندما فجرت أبار النفط في ليبيا من المحكمة